مر عام على اغتيال شهيد الضفتين كما اطلق الاردنيون على الشهيد القاضي رائد زعيتر عندما قتل بدم بارد بخمس رصاصات من سلاح جنود اسرائيليين حاقدين خلال تواجده في معبر الكرامة مر عام كامل على تلك الحادثة فيما دم زعيتر لم يزل بكل حمرته الوردية يسيل على جسر العودة مستصرخا اعادة الهيبة الضائعة اليه حتى اليوم نستغرب انه لغاية الان لم تظهر نتائج التحقيق وكافة تصريحات الحكومية جاءت تخبر بان هذه التحقيق اجراءاتها سرية نحن في نقابة المحامين بالامس اتخذ مجلس النقابة قرار بمتابعة هذا الامر من خلال تكليف اعضاء عضو المجلس او رئيس لجنة الحريات بمتابعة هذا الموضوع من خلال مع كافة الجهات المعنية المصادر الرسمية لطالما اكدت لرؤية التي تابعت الامر فيما يتعلق بالجريمة بان التحقيق المشترك الاردني الاسرائيلي في القضية مستمر وانه متابع من قبل الاجهزة الرسمية المختصة مشيرنا الى انه سيتم الاعلان عن نتائج التحقيق فور اكتماله هناك لجنة مشكلة من قبل رئاسة الوزراء في عضوية من القوات المسلحة الاردنية وايضا من مكتب النائب العام التحقيقات مستمرة وبالتالي في اللحظة التي سوف تتجهز فيها المراحل النهائية او يكون هناك نتيجة لهذه التحقيقات سوف يتم الاعلان عنها ان شاء الله اصوات متعددة خرجت تتهم الحكومة بالفشل في الانتصار لدم زعيتر حيث يبدو لافتا ان حالة خفوت الذكرى في التعاطي مع قضية زعيتر لا تنحصر بالجانب الرسمي فقط بل وتطال ايضا الجوانب الاخرى في المجتمع الاردني حيث غابت اليوم عن الارض بل وتبدو شحيحة جدا في مواقع التواصل الاجتماعي الا ان حالة المطالبة بالثأر لدم زعيتر متزال حاضرة على الصعيد الشعبي وفي العديد من المناسبات والاماكن رغم ان الدليل واضح والجاني معلوم جندي من لا مكان صوب سلاحه نحو صدر الشهيد القاضي فاغتاله على الفور عام مر ومضى منذ ان رحل الشهيد القاضي وقضى ليبقى السؤال ماذا حدث في التحقيق بجريمة اغتياله ام انه عف الله عما مضى من الطريق الواصل بين العاصمة عمان وجسر الملك حسين حافظ ابو صبرا رؤيا اشتركوا في القناة